البرج الأقرب ستحدث فيه عن الأحوال العاطفية لأي لكل الشريك وستحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة ستحدث كذلك حتى للزيب سنرى ماذا يخبرون شهر يونيو وما تنسوا أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع وفي إمكاني أن تكون قراءة عكسية وخاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي نرى برج الأقرب تهدف إلى بدء بداية جديدة أو علاقة حب جديدة بس عم شوفك كأنه أنت مشوش الفكر وخايف أو عم تتقارن للحب القديم بالحب الجديد أو عندك اختيارات وما عم تعرف كيف تختار باينها عم شوفك يعني واقف محتار أي قرار تتخذ بحيتك ممكن ما تكون علاقات فيه ممكن تكون حتى شراكة عمل يكون مشروع يكون شغل أي شيء ممكن أنت عم تفكر فيه بالنسبة للشريك عم شوفه معتزل قاعد لحاله ما عم يحكي معك ممكن عم شوفه هذا الإنسان هو صل منك تبعك هو توقم شوع اللي تبعك توقم الروح النسخة المطابقة لإلك أو النسخة التي تكملك بس عم شوفه هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا عم شوفه عازل حاله عن كل الناس عن كل المجتمع عنك كذلك ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض عم شوف كذلك على أنه عازل حاله عن كل المجتمع مش فقط أنت العالم عم شوف كذلك على أنه وارد جدا بهذه القراءة أنه أنتم مبتعدين عن بعض لأنه عم شوفه عم يتذكرك وكأنه أنتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض أو قضيتوا أوقات حلوة جميلة جدا أنتم مبعض أERB وكنا عم شوف حتى أنه انت نسرائل في قلبك تجاه الإنسان كذلك ولكن عم شوفه كأنه صرت كذلك حتى أنت تبتعد أو ممكن تشكل لك هذا الإنسان مشاكل أو عمل لك مشاكل بالعائلة؟ فصرت تبتعد أكثر عم شوف كذلك حتى أنت من زواء ومبتعد عن هذا الشخاص وممكن أنت نتعان بعض الأذراق أو تتعامن بعض مابور الديلق وقد تألك عم شوف برج الأثة أو البريق الجوزع كذلك. عمشوف هذا الانسان كذلك يتمنى رجوعك او يتمنى تهيير شيء او يحصل شيء بحياته. لانه هذا الانسان حياته شوي موتري او مكركبي ما عارف شو يعمل او اي قرار يتخذ او اي طريق يصلك. ممكن هذا الانسان حيران جدا. عنده اشياء مو بس انت اللي مسببها. يعني الحيات عمتا. ممكن انت شايل بيقلو اكتجاه هذا الانسان لانه بتعد من غير ما يفسر ولا كلمة. اذا ممكن حاول انه يجي عندك يا برج العقرب ممكن عمشوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة ممكن تنفجر بوجه هذا الانسان ممكن تحكيله كلام قاسي جدا عمشوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا يبتعد ابتعاد اخر. لهيك عمشوف من زوية منعزل. ممكن متخوف من ردة فعلك. عمشوف كذلك حتى هو يريد يرغب في الرجع او في بداية جديدة. اوكي? يريد صلحة. يريد تغيير الامور. بس ممكن بيعرف انه انت شخصية صعبة منك شخصية سهلة انه يتعامل معه. اوكي? عمشوفه كذلك على انه اوه رح يعمل خطوة. اوكي? بس الخطوة رح تجي متأخرة. ما رح تجي بالوقت اللي انت متلا مشاهرجون. عمشوف الامور تتأخر او رح تعمل يعني متأخر جدا. عمشوف انه اه نهاية العلاقة رح تكون بشكل اه سعيد. اه يعني عمشوف على انه اه هو يحمل حب كتير قوي تجاهك. وعمشوفه اه يعمل خطوة بس رح تتأخر هذه الخطوة. ما رح تفكر انه اه العلاقة اه رح تكون بشهر جون جيدة. اوكي? عمشوف على انه هذا الانسان يدرك انه مذنب. يعني يشعر لانه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك بس ممكن اه ما قادر يعني يفسح عن ذلك او يعمل خطوة اليك. اه ممكن كذلك عمشوف على انه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال او بالعمال. ما بيخليك كذلك تكون راكز الدهن. عمشوفه اه عمشوفه كذلك على انه ممكن تكون عندك فرصة اه فرصة حب جديدة او ممكن يعاد صياغة هاته العلاقة بشكل جديد. اه ممكن تكون اه تبدأوا العلاقة بس بشكل اخر. ما رح تكون نفس المشاكل اه رح ممكن تتكلموا لانه عمشوفي كومنيكيشن بس هاده الكلام او هاده الرسائل ستتأخر يا برج العقرب. ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي. اه في رغبة وفي نية انه تتكلموا مع بعض وخاصة هو عمشوف في رغبة بس انت عمشوفك يعني الشاي لبقلبك تجاه هادا الانسان. وموت متوتر اكتر وممكن بتعد من غير ما يفسر. لحيك انت عمشوفك الكتير شاي لبقلبك تجاه هادا الشخص. بس عماطن الطاقة جيدة جدا. حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي للك. حاول انه تلتمس له العذر لانه عمشوفه يظهر بانه في مشاكل تتعلق بالمال والعمل. وعمشوفه لانه يحس انه مذنب. يشعر بذلك. يكفيه هذا التأنيب الضمير اللذي يعيشوه برج الاقرب. عمشوف كذلك حتى لعزة برج الاقرب. عمشوف في حب جديد. تطلع كمان في عمشوف حتى بتعني الزاويج بتعني الارتباط. ممكن يكون في ارتباط جديد بحية برج الاقرب. ممكن يكون حدا كذلك من برج الاقرب. عمشوفه شخص مشهور او شخص مشع. شخص معروف. شخص يشلو بالاعيون. كتير شخص بحبوه الناس. عمشوفه كذلك شخصية ناجحة جدا. ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة او بالدولة. يشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية بالقطاع الامن. عمشوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم. هذا الانسان ممكن يطلب ايدك. او ممكن حتى يريد الزاويج منك. اوكي? للبعض ممكن يكون تقدم او يتقدم هذا الانسان او يطلب ايدك. يعني عمشوفه شايل كاس الحب او كاس المي لا يتحدث معك. عمشوفه كذلك انسان يطلبك الكلام. انسان بيعرف كيف يتحدث. عمشوفه يعمل خطوة مشان ان يكون معك. هيدا بالنسبة للناس العزاب. اما بالنسبة للحياة العامية برش الاقرب. عمشوف في بداية جديدة تتعلق بكسب اموال. هذي الاموال ممكن تأتي اا من اا مبادرات. ممكن تعمل اشيء تخص المساعدات الانسانية اا او ممكن تتجهي برجل عقرب الى المساعدات الانسانية او ممكن تكون يعني تشتغل بجمعية مساعدة الناس. امشوف كذلك اا ممكن عندك رغبة انه اا تبني بيت. او تتزوج كذلك. عمشوف على انه ام عمشوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات. او ممكن انت يكون عندك ضيوف بالبيت. عمشوفك تهتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني. عمشوف كذلك حتى برجل اقرب. ممكن في قضية بالمحكمة. عمشوف يعني ممكن تربحها. اذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج الاقرب. امشوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس. عندك خلافات مع ربك بالعمل. ممكن انت تلجأ الى عمل مشروع والابتعاد عن العمل اا بشركة او عند جخص اوك. ممكن ما تلاقي حالك تلاقي مشاكل معه. وتلتجأ الى عمل مشروع خاص. عمشوف في قعبة كتيرة ممكن تكون على عاطقك يا برجل اقرب. او خاصة بالعمل. عمشوف اا ما عندك استقرار بتحس حالك انه منك مستقر لهيك. عم تلتجأ الى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صداقات وجمعيات والاهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك. عمشوف كذلك نجاح بقضية اا تتعلق بالمحكمة. عمشوف كذلك عندك ارق. اا بس عمشوف عامة الطاقة اا تتجأ حول الانعزال يا برج الاقرب. عمشوف كذلك عندك هدف وعمشوفك مسكر الابواب كتير على ناس ما بيستحقوا خاصة الناس المتطفلين اللي عم تاخد الاخبار وعم تجيبه اوكي. عمشوفك هم اف الابواب تجاه هاد الناس ما عم تعطيها او ما عم تسمح له انه تتدخل بحياتك. كذلك عمشوف على انه اا ممكن في شخص خبيط اا اا كما قلت يتدخل بحياتك حاول انه تسكر الابواب عليه. ما تحاول انه تفتح الابواب ابدا. ممكن طاقتك انت او اصحاب المجموعة الاولى برج الميزان. او حليا انتو انتو بحثوا عن التويزن بالحياة. عمشوف في بدء بداية جديدة بالحياة كأنه شخص بتعد عنكن وانتو اا بدكن تبدأوا بداية جديدة اوكي. بتبحثوا عن التوازن شخص خاصة هالانسان اللي بتعد عنكن شخص اا بتحبوه كانت في علاقة حب جميلة بيناتكن بس عمشوف الامور بقت بالفشل او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكن اوكي. انا عمشوفك عم تبحث عن توازن عم تبحث عن اا تبحث عن استقرار اكثر بالحياة. عما الشريك حاليا عمشوفه اا اا في علاقة يعني ازا هي وردة يعني هي بتعني كتير اشياء هالوراقي. لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكن مش قادر يبتعد عن العلاقة او اا في حب اوي بينك وبينه. في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض عمشوف انه هالانسان اا في خيانة خاصة وخاصة عم نشوف في خيانة اا جسدية اا مع اشخاص اخر يعني مع ناس تانيين هكي. بس وارد هو كما يظهر لي انه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني انتو هي متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض اوكي. عمشوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي في نوع من التملك بالعلاقة اكثر اوكي. اا لدرجة لما بتبعدوا عن بعض اا وخاصة هو لما بيبعد عنك بيحس بقلم. مش قادر يبعد اوكي انتو مع بعض بتتقلموا لما بتكونوا مع بعض. حتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني اا بتتعبوا. التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض فيه تعب اوكي. اا يعني علاقة كتير صعبة اوكي. عمشوف كذلك انت خاصة اا صاحب القراءة عمشوفوا اا من بعد هالفراق اللي عمشوفوا بالتاروت. انتو عم بتحاولوا اا تكونوا سعيدين. اللي انا عم نطلع انه اا انتم تحدثون توازن بالحقيقة. هي دا اللي بيطلع لك كذلك. انت يا صاحب القراءة عمشوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعيدك بالحقيقة. لانو العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي. وصرتو عم تبحثو عن حال علاقتكن اكثر اوكي. اا لحيك انا عمشوفك عم تلجأ للموضوع اللي عم تنسي كل هالاشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عمشوفه بحاول اا يعني ينسى الموضوع. حاليا عمشوف هالشخص بعزلة. عم يتمنى كتير اشياء بالحقيقة انه تتحقق. يتمنى انه تكون العلاقة جيدة معك. وبس اا يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين ازا ما كان في ابتعاد جسدي عمشوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة في نوع من اللي انا همشوف العلاقة تاخد منها التعلق اكثر. ااا الشي السلبية اللي عم تشوفها انت فيه. ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك. هدا للناس المتزوجين. اا وارد يكون حتى الناس اللي اا بعلاقة اكي. عمشوف اهتماماته اكثر تنصب للعائلة. وممكن حضر العائلة توفى له في اشياء اا بالعائلة حاليا عم يعيشها الانسان. اا وعم شوفو اا اا. هذا الاشهر الايجابية عمشوفو شخص باور يعني فيه نوعا من الممكن يكون برج اساد وفيه هيك طاقة نارية اكثر. لعنا عم يطلع الانسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الاسد. حتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. اا عم يطلع الانسان هيك اا شخصية نارية شخصية اا مقدمة شخصية هيك جميلة عندها نوعا من اللا اا عنده انرجيع وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير اشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو ايه عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل با اا يعني عندك مشكل بعدم اا توازن بالعلاقة يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة انت شخص اا وهيدا بيبين لي عيك انتو انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة ممكن انتو اا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض اا بصير هو يسأل عنك كل لحظة يسأل عنك اا باي وقت اا ممكن اا اا انت عم تراق به بشدة وهالاشي انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من من التعلق الشديد بالعلاقة هيدا عم يدها اللي هون اما الاشياء الايجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص اا متدين شخص عنده عمق داخلي جميل اوكي بحب فيك ها شخصية ويحب انه عميق جدا عندك نوع ممكن شخصية انسانية عم عم تحب الخير للناس وهيك جميلة يعني هيدا ينطبق على الرجوة والامرأة اوكي كمان عم شوف انا اا وخاصة نواياك انت اا عم شوف نية برغم انه في زعل بينتكن في خصامات وفي نوع منها انتو مش قادلين تبعدوا عن بعض في نوع منها اا بدك انت خاصة انت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض اا تكملوا الطريق اا تضلوا مع بعض اما هو حاليا عم شوف اا في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا مع من وشي عم يفكر واخد وقت لحاله مع يقدر يعني ما رح يعمل خطوة الامام اوكي اا عم يفكر بنسبة كبيرة بيفكر وب يعني هالانسان بحبك بس ما مشوف في خطوة للامام ازا عم انت ناوية انه تكون خطوة الزواج خطوة يتقدم لك اا يعمل شيء لك ما عم شوف ابدا بها الوقت لا بس انا عم شوف انه هالانسان نيتو جميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لسا تكون بالعلاقة هالانسان اا بهالمرحلة اا واخد بوز واخد اا وقت لنفسه اا بده يشوف اولوياته او بده ياخد وقت يقرر اا او ياخد قرار حاسم اوكي اا يعني العلاقة الفية زاويج او حاليا انا عم عم نشوف الستق رح تضلوا بهالموتة مع التعلق والي واتضلوا مع بعض اا وتكونوا هيك يعني ازا بعضتو عن بعض ما بتقدروا وازا ضليتو مع بعض ما بتقدروا بيقلك يعني نظف محيطك اا اا او نظف الهالة تبعك يعني اا بيقلك الانرجي تبعك او طاقتك انت اللي تحيطك يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت لازم تنقيه لانا اا في نوع من المراقبة والشك والغير والتملك هيدا كل شي بيدر يعني هالطريق بتدر اا بتدر العلاقة اكثر ما ما بتنجحها اوكي انا انا عم لاحز في نوع بين الخلط بين الحب وبين التعلق والشك اا يعني عم شوف كتير ناس ازا بحبه بصيره يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدي الطاقة مش صحيوة لطاقة حب هايدي هيدا طاقة سلبية اا كي اا اا يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه اوكي مثلا انا بحب امي بس اا يعني ليس ليس من المفروض ان اه تصير لا اليه تصير ملكة اه يعني يعني املكة او مثلا ازا بدز اتزوج املكة مخلية هيدا نوع من من الطاقة السلبية اوكي لازم تشيله فكرة انه تملك الشخص هيدا طاقة سلبية لانه ما نلحق نملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص اوكي لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقة او سبيس لالو اوكي كمان هون بيقولك ام عمشوف كمان هون في نوع من في نوع من التعلق وكمان هون بيقولك ام لازم تشافح عليك او تشافح الطاقة السلبية اللي انت عايش فيها ها كل الورق بيحكي على انه انت والشريك لا احكي عنك فقط انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة لانه اه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة اوكي عمشوف اه كمان انه ام الصحة جيدة بس انتبه للنوم للعيون كدالك انتبه لفمك لاصنعناك حاول تاصلون كتير منيح اا انتبه لكل ما يدخل للفم من اكل ما تاكل اي شيء عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة ام كدالك انتبه كدالك حاول تعمل توازن كتير كبير بحياتك بكل ما يتعلق بالحب وحتى بالعمال وخطا حاول تكون هادئ اكثر عمشوفك شوي موتر بس عمطن الطاقي في الشيء من الاهتمام اكثر بالفايننس عمشوفك المال والعمال ياخد حصة الكبيرة بشاهر ريونه لبرش العقرب اوكي حاول تهتم بهذه الامور وما رح يكون الى الخير ان شاء الله هيدا كل شي بتمنى لك الى الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرا لقناتي وشكرا لكم